اشتركوا في القناة وكانت اول لعبة في السلسلة تقدر فيها تغير من ملابس شخصيتك وحركات جديدة اللعبة حصلت على اضافات كثيرة للخرائط لكن اغرب اضافة كانت هي اضافة صوت سنوب دوغ صوته رايح يطلح في كل شي لما تقتل او تموت او تاخذ كل ستريك وهالشي غريب على سلسلة حربية معروفة بالواقعية اللعبة الثانية هي ريزن تيفل سيفن لعبة الرعب الغنية عن التعريف في جزء السابع قرر المطور انه يرجع لجذور السلسلة وتكون بتركيز كبير على الرعب والاستكشاف بعد ما كانت اقرب لالعاب الاكشن في جزء الخامس والسادس هذا الجزء هو اول جزء رئيسي يكون بالمنظور الاول وهذا الشي زاد من الرعب في اللعبة وفادها بشكل كبير الاعداء في اللعبة ما كانوا زومبيس كانوا ناس عاديين بس متوحشين ومن اكلين لحوم البشر واللي كان يوترك بزيادة في اللعبة ان العدو الرئيسي اللي اسمه جاك كان لحقك بكل مكان وممكن يطلع لك باي لحظة ويكسر عليك الباب وما كانت تقدر تهزمها باسلحة عادية وتضطر انك تهرب منها فتخيل هالشخصية مع كل الرعب اللي مسببه لك انك تساعده يحتفل بعيد ميلاده في اضافة باند فوتش فوليوم 2 كان فيها ميني جيم تلعب بشخصية زوجة بطل اللعبة والمفروض انك تلعب ست جولات تجمع فيها اطباق اكل وتجيبهم الجاك وكل الاعداء اللي راح تشوفهم بيكونوا لابسين قبعة عيد الميلاد فاذا انت تخاف من اللعبة العبها بهذه الاضافة ففضلك بلاي ستيشن هوم مين يذكر هالخدمة عن البلاي ستيشن 3 هذه الخدمة كانت عبارة عن عالم افتراضي تقدر تصنع شخصيتك وتصممها بكيفك وكل مشترك في اللعبة يكون لها شقة يقدر يأثثها بكيفه تقدر تقابل شخصيات وتتفعل معها وسوني كانت تسوي احداث خاصة في داخل عالم اللعبة تقدر تشارك فيها وتحصل على جوائز وغراض لشخصيتك العالم فيها اشياء تقدر تسوي من فتران مثل انك تروح السينما تشوف لقطات من الافلام او تروح تلعب بولينغ وغيرها الكثير بدأت اطوير خدمة في عام 2005 وتم اصدارها في 2008 بشكل تجريبي وظلت في فترة تجربية حتى تم اغلاقها بشكل كامل في 2015 اشترك فيها حوالي 41 مليون لاعب ولان اعتماد اللعبة على تصميم الشخصية كان لازم تكون شخصيتك مميزة وعشان تتميز اصدرت سوني اضافة العيون الحلوة بصراحة ما ندري مين كان يشتري هذه الاضافة الاضافة بس خليك تزيد التحديد حول عيونك او تخليها كرتونية وهالشي اصلا صعب تشوفه او تلاحظه اصلا من اللي بيجي يطالع وركز بعيون الشخصية لعبة ديد رايزنج 3 من تطوير كابكوم فانكوفر تم اصدارها في عام 2013 كلعبة اطلاق حصرية لجهاز اكس بوكس ون وهي لعبة زومبي استهبالية فيها اسلحة غريبة وتقدر تاخذ اي شي تشوفه قدامك وتخلي سلاح وتقتل الاف الزومبيز وكان فيها ميزة رهيبة انك تقدر تدمج اكثر من سلاح وتخترع اسلحة جديدة وغريبة ما كانت اللعبة اسطورية لكنها تقدم محتوى ممتع مين اصلا ما يحب انه يجلد الاف الزومبيز في هذا الجزء قدمت شركة اضافة باسم استهبالي كان سوبر الترا ديد رايزنج 3 اركيد ريميكس هايبر اديشن اي اكس زائد الفا واضح من الاسم انه ضحك على اسماء لعبة ستريت فايتر القديمة الاضافة تقدم شخصيات قديمة من السلسلة وشخصيات من لعبة ستريت فايتر وكانت فكرتها الاساسية انها كواب لاربع لعبين وفي مراحل وزعماء جدد واسلحة متنوعة واخر لعبة في القائمة هينير اوتوماتا من تطوير بلاتنيوم جيمز بالتعاون مع سكويل اينكس اللعبة صدرت في عام 2017 وحصلت على انطباعات ممتازة في الجيم بلي والموسيقى والقصة اللعبة مميزة لانها دمجة تنوع مختلفة من الالعاب احيانا الكاميرا تكون من فوق واحيانا من الجيمب مثل العاب البلاتفورم تم اصدار اضافة للعبة اضيف طور ارينا تقدم ثلاث حلبات كبيرة تقاتل فيها الاعداء وزياء متنوعة للشخصيات اسم الاضافة 333-C1-D11-944-0927 ايش كانوا يفكرون لما سموا الاضافة بهذا الاسم فوق ان الاسم غريب كانت تقدم رئيس شركة سكوير اينك يوسكي ماتسودا ورئيس شركة بلاتنيوم جيمز كينيشي ساتو كاعداء تحاربهم في الحلبة وهذه كانت ابرز خمس اضافات غريبة لا تنسوا ان تعطونا لايك على الفيديو اشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا الان واذن الله دائما تشوفون اللي اعجبكم على قناتكم قناة ترو جيمينج مع السلامة